بعض المحللين يقولون بأنه مع الأسف الشديد لديه القدرة على أن يقوم بهذا الأمر في الوقت الراهن لكن الجيش السوداني في مسعى محترم للغاية يواصل جهوده المبزولة للسيطرة على كافة أراضي الدولة السودانية ومن ضمنها درفور ويوجه ضربات موجعة ومؤلمة لهذه الميليشيا الإرهابية الإجرامية داخل درفور ويحاول أن يجعل هناك حالة من حالات الاستفاف الوطني وهو ما عبر عنه بالمناسبة موسى هلال زعيم قبيلة المحميد حينما أعلن عن انضمامه للجيش وعن دعوته لجميع الفصائل المسلحة بالانخراط تحت قيادة الجيش لأننا أمام حرب من أجل الدفاع عن الوطن ولسنا أمام حرب أهلية أو حرب طائفية أو حرب قبلية هكذا أوضح موسى هلال في تصريحات نالة إعجاب الجميع وأضحت بالفعل بأن هناك لحمة وطنية تواجه همتي وتواجه هؤلاء المرتزقة الذين أتوا من عدة دول إفريقية في سبيل تنفيذ أجندة أجنبية تستهدف سارقة مقدرات الدولة مع الأسف الشديد